اشتركوا في القناة ضمن منافسات اياب نهائي دور ابطال اسيا وفاز الهلال بهدف مقابل لا شيء على نادي اوراوار الديامونزا الياباني في المباراة التي جمعتهما على اصطاد جامعة الملك سعود المسمى محيط الرعب ضمن منافسات ذهب نهائي دور ابطال اسيا 2019 واكد مدرب اوراوار في مؤتمر صحفي انه شاهد الكثير من مباريات الهلال ودرس الفريق جيدا من اجل وضع الخطة المناسبة في الاياب وشدد مدرب اوراوار على انه يتق في قدرات لاعبيه وان فريقه متأكد بانه يستطيع الرد بقوة في مواجهة الاياب في ملعب سيطامة وعن الظهور السيء لأوراوار في مباراة الدهاب لفت مدرب اوراوار الى ان هذا الامر يعود الى التوتر الذي سبب ارتباكا كبير وانعدام التركيز مشيرا الى ان الزعيم سيرى فريق اوراوار كما لم يره من قبل فهل يكون مدرب نادي اوراوار عند حجم كلامه ام ان كلامه مجرد حرب نفسية قبل المباراة المرتقبة كشفت الهيئة العامة للرياضة السعودية نتائج التحقيق مع العضو السابق بنادي النصر السعودي سعد بن تابت المغني مشيرة الى انها احالت الموضوع للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات النظامية وكان المغني العضو الدهبي السابق بنادي النصر خضع للتحقيق من قبل الهيئة العامة للرياضة حيال تصريحها الذي اطار جدلا حيث قال ان لديه سرا لو افصح عنه فسيتم خصم 3 نقاط من الفريق واسقطت ادارة النصر حينها عضويته وقالت الهيئة العامة للرياضة في بيانها الصادر اليوم الاحد ان الادارة القانونية تواصلت مع المغني لاستضاح ما لديه من ادلة او مستندات مؤيدة لما صرح به وامهلته الفترة الكافية لتقديمها بحسب طلبه الا انه لم يقدم اي شيء واضافت الهيئة انه تم البحث في المخاطبات المرفوعة للهيئة بشأن انتخابات نادي النصر وتبين عدم وجود اي خطاب يتضمن اسمه او يحمل توقيعه فالتضح من ذلك ومن خلال افادته انه بنا تصريحه على احتمالات وضنون تفتقد الى ما يسندها واكدت الهيئة العامة للرياضة على رفضها التهم للتساهل في اطلاق الاتهامات بدون دليل او محاولة جعل التنافس الرياضي سببا لبت الاحتقان والانتصار للخلافات الشخصية بالوسائل غير المشروعة دون مراعاة للتأثيرات التي تخلفها مثل هذه التصريحات وانعكاسها على صورة المشهد الرياضي في المملكة العربية السعودية كشفت تقارير صحفية اليوم عن نية احد رجال الامن في مقاضات احد لاعبه نادي الهلال بسبب واقعة احدى مباريات الفريق في الرياض وقال احمد الشمري شقيق رجل الامن خلال تصريحات لصحيفة عكاد ان شقيقه كان يؤدي عمله الرسمي كرجل امن مكلف بالتنظيم في الملعب قبل ان يفاجأ بدفع سلمان الفرج اثناء احتفاله مع الجماهير دون احترام الله حيث كان نجم الهلال يريد انزال احد الاطفال وهو ابن لاعب دولي سابق من اجل التقاط صورة معه رغم منع نزول الجماهير الى الملعب وقام شقيقه بتنبيه اللاعب بعدم الدفع الا ان سلمان الفرج لم يكترط وقام بانزال يد رجل الامن اكثر من مرة اثناء محاولة منعه من انزال الطفل وشدد الشمري على ان شقيقه رافع قضية على اللاعب وتم استدعاؤه من قبل جهة عمله لاخذ اقواله ورفع قضية الى الجهات المختصة نافيا ما تردد بشأن التقاط شقيقه صورة ذاتية مع اللاعب تؤكد انهاء الازمة وان الصورة المتداولة لرجل امن اخر غير شقيقه وطالب شقيق رجل الامن برد حقه الذي يكفله القانون مؤكدا ان شقيقه لا يريد التحدث للاعلام خشية الحق ضرر في عمله خاصة انه لا علاقة له بكرة القدم يذكر ان مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعب الهلال سلمان الفرج مع احد رجال الامن عقب مباراة الهلال واراوا الياباني في دهاب نهائه دور ابطال اسيا ويتواجد الفرج برفقة بعتة الهلال في توكيو حيث يستعد الزعيم لملاقات اراوا يوم الاحد المقبل على ملعب سيطاما في اياب النهائي الاسيوي اطلق منصور البلوي رئيس نادي الاتحاد السعودي السابق تصريحا مدويا كشف خلاله عن امكانية عودته للرياضة خلال الفترة المقبلة وارتبطت الفترة التي تواجد فيها البلوي في رئاسة نادي الاتحاد السعودي بالبطولات حيث حصد لقب دور ابطال اسيا في عامين متتاليين هم عام 2004 و 2005 بالاضافة للقب دور ابطال العرب سنة 2005 وظهر البلوي في فيديو خلال ظهوره برفقة احد الجماهير مؤكدا عودته الى الرياضة قريبا وتفاعلت جماهير نادي الاتحاد السعودي بالتصريحات التي خرجت من البلوي وامكانية عودته لرئاسة النادي مرة اخرى لانقاذ العميد من الاوضاع التي يعاني منها منذ اكثر من موسم يذكر ان انمار الحائل يتولى رئاسة نادي الاتحاد السعودي حاليا لكنه يواجه انتقادات جماهيرية كثيرة بسبب النتائج السلبية التي يحققها الفريق وهذا التصريح اسعد الجماهير الاتحادية والتي تطيق في قدرات البلوي على انقاذ نادي الاتحاد من معاناته هذا الموسم وارجاعه الى طريق الانجازات والبطولات المعروفة على عميد جدا شاركنا رأيك في التعليقات ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة